أكثر من 450 كاميرا تراقب شوارع كاركوك بعد نحو أسبوعين من الآن ستباشر شركة متخصصة في نصبها بمختلف مناطق المدينة هذه المنظومة كانت متوقفة منذ العام 2014 لكن الإدارة الحالية للمحافظة بذلت جهودا استثنائية لتفعيلها مجددا بتكلفة مالية تقدر بتسعة مليارات دينار نحن قدم شعور رائد ومتطور بشركة راسينا بحيث بحاولة تسع مليارات دينار بنصب منظومة سيطرة بمكاميرات حديثة وليلية أيضا وبها محطات سيطرة مهمة وأيضا أكدنا على أن تكون كاميرات ذكية في قراءة الأرقاء وأيضا ووجوه المواطنين في نفس الوقت بنظام حديث وتقنيات أحدث وبالمبلغ المتبقي من عمل الشركة النمساوية السابقة أبرمت المحافظة عقدها مع الشركة الجديدة لاستكمال عملية نصب المنظومة التي صرف لها في السابق ضعف المبلغ الحالي وبنسبة إنجاز متدنية نأمل أن هذا المشروع يحد من الجريمة وبنسبة لساعد قوات الأمنية على اكتشاف الجرائم وأركز على أن تكون من دخل تذوق فيها كاميرات حرارية فيها تصوير ليلي دقيق قبل العام 2016 كان المصروف ضعف الإنجاز وفي هذه المرة العملية عكسية فالإنجاز سيكون لافتا طبقا لما تم الاتفاق عليه منظومة من شأنها أن تسهم في الحد من الجرائم المنظمة والسرقات من كركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر